عم يوسف مين اللي قال ان فيه حاملاتين طائرات في البحر المتوسط بتوع الولايات المتحدة الامريكية وليك احنا بدأنا الاول بالحملة جيرارد فود ودي اللي اتحركت فور عملية طفن الاقصى ذاهبة الى السواحل الفلسطينيين وبعدين جو بايدن اعلن عن انه هناك المزيد وكان فيه وعد بانه هيبعت لهم يو اس اس ايزنهاور فوصلت الحقيقة يو اس اس ايزنهاور تقريبا من حوالي 12 او 13 ساعة فتصبح حاملة الطائرات الثانية للبحر المتوسط فاحنا بتكلم على وال ستريت جونل مش هقولك حتى الصحافة المصرية او الصحافة العربية الامريكان يعلنون ذلك صراحة امام العالم ان هم بعتين عمليا حاملتين طائرات لايه البحر المتوسط تحديدا شرق المتوسط البعض هيسأل يا جماعة حملات الطائرات دي وكل هذا العتاد الامريكي بجانب بجانب آلة الحرب والقتل الصهيونية كل ده علشان المقاومة الفلسطينية لا المسألة اكبر المسألة افدح جزء منها هو مخطبط الرأي العام الصهيوني من الداخل للطمقنة جزء منها هو مخطبط بن يمين نتنياهو وحكومته الاكتر تشددا وتطرفا ووحشية في تاريخ الدولة المتوحشة نفسها بانه اطمئنه نحن بجانبكم وجزء منه هو تهديد للمنطقة بالكامل لا تحاولوا ان تفكروا مش لا تحاولوا ان تفكروا مباشرة مش لا تفكروا لا تحاول حتى مجرد التفكير فانك انت تعمل حاجة الامريكان والصهاينة بالمناسبة يعني فاهمين يعني ايه وحدة الساحات ومتخوفين من وحدة الساحات طيب امريكا خايفة من اتساع رقعة الصراع قطع وهم مش عبط مين بقى اللي واخده كل الاثام الجنب الصهيوني فيظن انه هو قادر على الحسم طول الوقت عنده ظن مع انه ما بيكملش اقترب من واحد وخمسين يوم وبعدين بيروح نزل على ركبه متسكنات وخفاش وزمان رجعوا بالبيجامات التاريخ بيقول كده وبالمناسبة وتاريخ المقاومة الفلسطينية اتجاه الاعتداءات الصهيونية وهذا الاحتلال برضو بيقول كده عشان بس نبقى متفقين ده التاريخ هم بقى سياسيهم متحدسيهم يصولوا ويجولوا زي مهم عايزين هم بانوا خط برليف نزلناه بخارطوم مايا بجانب بقى بطولاته وملاحم عظيمة عملها الجيش المصري اشتركوا في القناة